معروفة معاكي خبر كمان من معاكي خبر رائع وانا بس قبل ما نروحه وانا عايزة اوجه تحية من البيت الكبير لكل الناس لما بنقول البرنامج ده والنادي الاهلي اللي بيتابعوا ومع شوق الجماهير مش بس المصريين برا مصر كمان ناس كتيرة جدا من فلسطين من السعودية من الكويت من الامارات انا بشوف ده بعيني لما بروح في اي حتة والناس بتبعتلي وقولي اسمينة وكذا ومش عارف ايه لانا هقوله دلوقتي ده متعلق بشعب فلسطين واهل غزة والحقيقة النهاردة لما يعني بكلمكم عن قصة يمكن برضو اتكلمنا فيها قبل كده ان شعبية النادي الاهلي معروفة وقد ايه النادي الاهلي عزيز على قلب كل واحد مش بس المصريين مش بس الاهلوية النهاردة عندنا قصة جميلة جدا عندنا رسم جرافيتي رائع جدا بيقوم بيه اهلنا واشقائنا في فلسطين زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة احنا يا جماعة يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحة انتم اللي اتعلقوا على الصورة دي اللي بقال في كلمة الحقيقة فلسطين الحبيبة اللي النادي الاهلي تقريبا رقم واحد هناك عند كل اهل وشعبنا في فلسطين رابطة حب النادي الاهلي المصري يجمعنا في فلسطين النهاردة بقيادة الكابتن اسامة عمر اللي الحقيقة اشرفت هذه الرابطة على يعني مجموعة من الشباب التابعين لهذه الرابطة ونفذوا رسومات على الجدران جدران الحوائط في الشوارع ازاي ما شفتوا كده بالالوان وكانت في احياء ومدينة يمكن خان يونس جنوب قطاع غزة بترفع شعار النادي الاهلي النادي الاهلي موجود في كل مكان والنادي الاهلي شعاره يكفي شعار النادي الاهلي يكفي انه يكون موجود في كل مكان على المستوى على المستوى المحلي على المستوى الدولي على المستوى القري فده النادي الاهلي وده محب النادي الاهلي